بعد بقى ما جبنا السترين بدلالة الاسترس تعال نقلبها نجيب الاسترس بدلالة الاسترين خلاص اللي هي الاستفنس دي كومبلايانس لو تفتكر احنا كلمنا عنه كومبلايانس و الاستفنس مش كده كومبلايانس هي مقلوب الاستفنس الاستفنس هي ان الجسم بي 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 بيرزيست اللي هي ايه بيقاوم شكرا بيقاوم الديفورميشن اوكي كلما الجسم كان ستف كلما مقاومته الديفورميشن كانت عالية مقلوبها بقى الكمبلايانس يعني ايه مقلوبها الكمبلايانس يعني قد ايه الجسم بيطوعك فبالعربي اسمها المطوعة الكمبلايانس اوكي المطوعة دي مقلوب الاستفنس واحد على الاستفنس او في حالة الماتريكس تبقى الانفرس بتاع الماتريكس فلاقينا كتبينه هنا اكتشولي هتشوفه عادة في بالشكل ده بيساوي الكمبلايانس سي في السترين اس وسعات هتشوفه بالشكل ده خلاص حيث ان تي دي خلاص كلمة مسمى مرادف للسترس خلاص بس المهم يعني احنا مش استخدم معاكم الشكل ده لو اس و تي ده انا لو هستخدم سي هتبقى سي خلاص سي فور كمبلايانس تمام طيب يبقى المفروض ان انا كده بسهولة اقدر اقول ان السترس بيساوي سي انفرس في السترين الانفرس بتاع الكمبلايانس اللي هو بنسميه الاستفنس وعادة احنا من في بنسميه كيو تاني ده مسمى معنى استخدم اللي انت عاوزه لو مش عاكبك كيو استخدم اي رمز تاني الماتريكس كيو بقى دي عبارة عن اي وان على دلتا نيو وان تو اي تو على دلتا زيرو الدلتا دي هنكتبها دلوقتي وهنا نيو نيو وان تو في اي تو على دلتا اي تو على دلتا وان تو وزيرو وهنا زيرو زيرو و جي وان تو اهي برضو حتى اللي هو جي وان تو ظهر عدل مش واحد عليه خلاص حيث ان دلتا بتساوي واحد ناقص نيو وان تو نيو تو وان اوكي العلاقة دي بنشوفها كتير اوي في ال اي 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 ένα اي اي two dimensional two dimensional stress problem او plane stress problem او plane stress problem